في زيارة سياسية بطابع سياحي جال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن آموس هوكشتاين على المسؤولين اللبنانيين بابتساماته العريضة لكنه استهل جولته في لبنان بالقهوة والمنقوشة في مطعم الفلمانكي في منطقة الروشة مع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا وثم زار قلعة بعلبك منبهرا واليوم زار الجنوب وجال عند الخط الأزرق اليوم هوكشتاين تقصد أن تكون زيارته عند طابع سياحي في لبنان وتقصد إيصال من خلاله رسائل أنه لبنان آمن بالنسبة للأمريكيين وأنه ليس أرض إيرانية أنه الأمريكي بيستطيع تواجد فيها من بيروت إلى بعلبك عقر دار حزب الله مساء أمس تناول هوكشتاين العشاء في منزل قائد الجيش جوزيف عون رفقة شيا وبعض الشخصيات ونشرت السفارة الأمريكية صورة العشاء التي أظهرت قائد الجيش باللباس المدني الصيفي للمرة الأولى صورة العشاء ترجمها البعض بأنها إعلانا أمريكيا رسميا بدعم القائد عون للرئاسة في وقت نقل أحد المشاركين بلقاء نادي الصحافة منذ أيام مع عون لسبوتشوت أن الأخير عندما سئل عن الرئاسة قال أنه في حال طرحت عليه لن يتهرب من المسؤولية إلا أن أولويته اليوم المؤسسة العسكرية فما قصة هذا العشاء وهل يقرأ كدعم أمريكي للرئاسة؟ الأساس بالموضوع هو التأكيد على الدعم الأمريكي للجيش اللبناني أن الأوليات المتحدة الأمريكية ستبقى إلى جانب الجيش اللبناني خلال الأزمة سواء بالمساعدات العسكرية التي يمكن أن تزيد أيضا بالمرحلة الجاية أو حتى المساعدات العينية للجيش النقطة الثانية هي أكيد لا يتعلق برئاسة الجمهورية هذا بأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية مقتنعة بوجود أو بدور مقبل لرقائد الجيش ومقتنعة أن مواصفات المطروحة لرئاسة الجمهورية تنطبق على رقائد الجيش جوزاف عون ولكن هل يعني ذلك أن الملف الرئاسي سيوضع على نار حامية في الفترة المقبلة؟ النقطة التحول المرتقبة هي بـ 24 أو 25 أيلول المقبل حيث من المتوقع على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد بنيورك أنه يكون في عنا لقاء للخماسية الدولية على مستوى وزارة الخارجية ويطلع بيان عالي اللهجة ويحدد بشكل واضح أكثر التوجهات بخصوص لبنان المواصفات اللي رح ترحوها من الواضح أنه تنطبق مثلا على قائد الجيش وأشخاص آخرين خارج طار المنظومة في المقلب الآخر قد يرى البعض بأن صورة العشاء التي تدل على قوة العلاقة بين عون والأمريكيين ستكون هي الفتيل الذي سيحرق اسمه رئاسيا لدى حزب الله تحديدا فهل يراها الحزب بهذا الشكل؟ يعني أنا أعتقد أن حزب الله سطحي لها الدرجة حزب الله يعرف أو يعلم جيدا أنه كل قائد جيش في لبنان لا بد أن يكون لديه أو عنده علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هل قائد الجيش وين بدو روح بهذه العلاقة؟ هل بدو يستثمنها بمحلات أخرى إلى علاقة بالسياسي؟ هذا شأنه نعم هناك مآخذ من حزب الله على الجيش اللبنان أو عفوا على قائد الجيش اللبناني تحديدا إلى علاقة بالأدوار الأمريكية داخل إيادة الجيش هذا مفهوم قمح أشار عبر سبوتشوت إلى أن قائد الجيش قد يرى أن هوكشتاين بقربه من الرئيس الأمريكي قد يخدمه في مكان ما ولكن هل يصرف ذلك داخليا؟ نحن قبل ما نفكر بالخارج يجب على قائد الجيش أنه وكلاة مسائل إذا بدك بشكل سريع أول شيء وطد علاقته مع القوى الداخلية في لبنان خاصة القوى التي تعترض عليه بالمستوى الثاني يطلع بخطاب بالحد الأدنى أو مشروع هو أكيد بصفته اليوم قائد الجيش ما فيه يحكي بالسياسة ولكن هو عبر تقنيات محددة بيعرف كيف يتسدى مشروع ذي آسة ثاني شيء بد يكون هو أكثر ليوني مع الشعب اللبنان قد يكون قائد الجيش تقصد الظهور بلباس غير عسكري لترسيخ صورته الجديدة لدى اللبنانيين في مرحلة ما بعد قيادة الجيش ولكن هل نراه يسير ببزة رسمية على سجاد قصر بعبدة قريبا؟ شاركونا تعليقاتكم شاركونا تعليقاتكم شاركونا تعليقاتكم سميدًا تعليقاتكم شاركونا تعليقاتكم ترجمة نانسي قنقر